وها هو الطانغ لقد جاء هذا ما سيحدث لكم إذا حصلتم على 6 نجمات سيرسلون لكم طانغ وكذلك سيرسلون الهيريكافتر الخاصة بالعسكر لذلك ماذا تتوقعون أن يحدث إذا حصلنا على 6 نجمات أثناء قيامنا بمهمة السلام عليكم يا شباب معكم يا سين من قناة ياس بلايس اليوم جيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة جتايف 5 أتمنى أن يكون يومكم بخير أصدقاء أنا الحمد لله مبخر وعلى خير اليوم سنقوم بشاربة مميزة جدا في لعبة جتايف 5 سنرى ونكتف ماذا سيحدث إذا حصلنا على 6 نجمات أثناء قيامنا بمهمة برولونج بالنسبة للشباب الجودون في القناة سيستغربون وسيتسألون كيف ستحصل على 6 نجمات الحد الأقصى للنجمات في لعبة جتايف 5 فهو 5 نعم الحد الأقصى فهو 5 لكننا إذا قمنا بتنصيب مض فإننا عندما سنصل لخمس نجمات فكأننا وصلنا ل 6 نجمات مثل لعبة جتايف سنندرياس وكيف ستعرفون بأننا وصلنا ل 6 نجمات عادي لأن العسكر سيأتي وسيدخل وسط من المدينة وسيحاولون إيقافنا لن يقوم رجال صوات فقط ورجال شرطة بإيقافنا بل كذلك سينضم العسكر وسيأتون بواسطة طائرات الهليكابتر العسكرية وكذلك طائرات الجيت إذا كنتم بسرقة طائرة مثلنا وأرفتم الغروب منهم فإن طائرات الجيت ستأتي وستحاول إيقافكم في لعبة جتايف فايف وهيا لكي نبدأ أي أسقع أول شيء سأفعله هو أنني سأعطي لنفسي جميع الأسلحة لأنني أكيد سأحتاج للأسلحة لكي أستطيع قتل رجال الشرطة هيا سنبدأ أولا بتسديد بوم سدت عليه جيد أصبت هيا لم أحصل بعد على النجمات أنا أعرف مكان مميز جدا لكي نحصل فيه على النجمات وهو أكيد مركز الشرطة حسنا سأضع قليل من بوم وهو عندنا هنا شرطي في هذه المنطقة سأذهب عنده سأذهب عنده لكي أقوم بتدميره هناك مخفر للشرطة في هذا المكان لكن نسيت أين هو بالضبط ها هو شرطين شرطين موجود أمامي تعال يا صديقي الشرطي تعال أريد أن أتكلم معك كيف حالك يا عم الشرطين سيولاي ترك حصل تعال ثلاثة النجمات بسرعة البارق هل تعتقدون بأنني سأستطيع الحصول على ست نجمات بالنسبة لي أنا فأنا أعتقد المهم هو تجربة الأمر في مهمات برولوج لكن يجب عليه أولا الحصول على ست نجمات الآن لكي أبين لكم ولكي أظهر لكم كيف هي ست نجمات في لعبة جداي وفهب لأنني أعلم بأن العدير منكم لا يشاهدون فيديوهاتي كلها ولقد قمت بنشر فيديو ست نجمات أعتقد قبل أسبوعين أم شهر نسيت بالضبط لكنني قمت بنشر يمو هل دمروا عجلاتي؟ لا أعلم لكنني معررت فوق تلك الأشواك وأعتقد بأنهم لم يقوموا بتدمير عجلاتي بعد خذ هذه الهدية وخذ أنت كذلك تلك الهدية الأخرى ومع السلامة لكي أحصل على ست نجمات أعتقد بأنه يجب عليها النزول ويجب عليها تدمير طائرات الشرطة يعني الهليكابتر الخاصة برجال الشرطة إلى آخرين ابتعد ابتعد ابتعدوا ابتعدوا عن الطريق اقفز يا حبيبي اقفز ها هي هليكابتر الشرطة لقد جاءت ممتاز ممتاز وأعجلكم يا شباب لقد حصلت على خمس نجمات في لعبة جدائر فايف وستلاحظون بأنها ست نجمات وليست خمسة نجمات بعض اللحظات انتظروا نعم لقد بدأ العسكر في المجال هل لاحظتم هذا الشخص العسكري؟ يعني عندنا الآن ست نجمات وليست خمسة نجمات فقط سأحاول لهروب من رجال الشرطة هل لاحظتم لقد جاء العسكر؟ سيارات عسكر أخرى وكذلك شاحنة العسكر لقد جاءت سيظهر الطنق الخاص عسكر في أي لحظة يجب عليكم فقط تأخر قليلا وبهذا فأي من الطنق الخاص بالعسكر سيظهر الهليكابتر العسكر جاءت لم تأتي بعد لكنها ستأتي في أي لحظة وها هو الطنق لقد جاء هذا ما سيحدث إذا حصلتم على ست نجمات في لعبة جدائر فايف لقد دمروا دراجتي لا 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 لقد دمروا دراجتي أهرب أهرب يا تريفر أهرب هذا ما سيحدث لكم إذا حصلتم على ست نجمات سيرسلون لكم طنق وكذلك سيرسلون الهليكابتر الخاصة بالعسكر لذلك ماذا تتوقعون أن يحدث إذا حصلنا على ست نجمات أثناء قيامنا بمهمة برولوغ في جدائر فايف وها قد دخلنا الآن لمهمة برولوغ لكي نرى ونكتف ماذا سيحدث يا أصدقاء أعتقد بأننا لنستطيع إنهاء المهمة بسبب أن العسكر سيأتي وسيجمون علينا سنموت قبل أن نقوم بإنهاء المهمة يا شبه هذا صراحة ما أعتقدون ماذا تتوقعون أنتم هل تتوقعون بأننا سنستطيع الهروب من العسكر أما هذا سيحدث بالضابط كل هذا إن شاء الله سنكتشيفه بعض اللحظات ستتفاجأ يا تريفر ويا مايكل بالأشخاص الذين ستجدونهم أمام الباب هل من الممكن أننا لسا نجيد رجال العسكر ولا نجيد رجال الشرطة كل شيء ممكن صراحة لأنها بعد تنصيبي لهذا المعض لقد قمنا بتحويل منفات لعبة جدائف هيا أسرع 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 كالعادة لقد جاء الشرطة يليك يمسك بمايكل لا تقلقي يا مايكل سأونقيدك سأونقيدك يا مايكل لا قد أنقضت صديقي مايكل تحياتي لك هيا لك يا ننطليق ليس لدينا الوقت لكي نقوم بتضيعه يجب علينا العراق مع رجال الشرطة لقد حصلنا على خمس نجمات وبهذا فإننا حصلنا على ست نجمات في لعبة جدائف 5 هل سيأتي العسكر لحد الآن لم يأتي رجال العسكر بعد هيا سنتحرك سنتحرك هنا في هذه اللقطة عندما تقومون بقتل جميع رجال الشرطة الشيء الذي سيحدث هو أن النجمات فإنها تختفي لكن شيء الذي سأفعله سأقوم بإعطاء النجمات لنفسي مرة أخرى فقط لكي أرى وأكتشف ماذا سيحدث لقد أعطيت لي نفسي الآن خمس نجمات مرة أخرى ماذا سيحدث يا أصنقاء هل سيأتي رجال العسكر أم ماذا كل هذا إن شاء الله سنكتشفه بعد الحضار موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى وعدت لكم يا أصنقاء لقد انتظرت كثيرا لكن لم يأتي رجال العسكر عندي لا أعلم لماذا وقمت بتجميد كذلك النجمات في خمس نجمات أوه لا لقد ظهر طنج غريب لقد ظهر طنجونك الله أعطوا يا شباب بعدما عدت لكم لكي أقول لكم بأن رجال العسكر لم يأتوا لقد ظهر طنجين وظهرت على الطنج هل سيجمون علي قد تسددت عليهم هل سيجمون علي لا يوجد ولا عسكر في هذه المنطقة لكن لقد ظهر تلات طنج هل عرفوا بأمنة أن يسأدها في تلك الطريق لا لا هم جيين هم جيين هم جيين انتظروا 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 يجب عليك تشغيل الحياة الدائمة لكي لا أموت شغل الحياة الدائمة هل سيهجمون علي لقد نزل لم يسدد علي بوسط الطنق لكنها نزل عندي ماذا سعدوا يا ثقاء لقد جاءوا عندي وبدأوا في الوجوب علي هل سيقومون بتدميرنا لا 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 هرب 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 لقد جاءوا يا شباب إلى النار عندي الآن ستة نجمات في الأفجة إنهم يحاولون الهجوم علي الآن هرب 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 غريب سأحاول اكتشاف مدسي أحدث إذا ركبت في السيارة الآن هل سيقومون بتفجير السيارة كذلك لقد تجاهلوا مايكل وتجاهلوا براد لكنهم لم يتجاهلوني بل لقد بدأوا في الهجوم علي انتظر انتظر سأحاول صعود سأحاول صعود في هذا الطنق لأنني أعتقي بأن ذلك الشخص لقد خرج من هذا الطنق F F F F لقد ضغط على F مشكل 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 الحمد لله أنني شغلت مرد لحياة الدائمة لو لم أقوم بتغيلي كنت أعتقد يا شباب بأنني سأكون قدميت الآن ابتعد ابتعد أنت تريد الموت أوكي جيد هيا موت لقد ظهر طنق آخر ظهر طنق أوه ثلطة الطنق ما تحدد لقد دمروا السيارة سأعيد المهمة مرة أخرى يا أصلاق هذه المرة لنت وجد عندي أسلحة كثيرة لذلك سأعطي لي نفسي الأسلحة لقد هربت مرة أخرى وقمت بتجميد النجامات في خمس نجامات لكن هذه المرة لن أنصدر لكي يظهر رجال العسكر بل سأركب في السيارة وسأنصدر الآن رجال العسكر لكي يأتوا هل سيأتي رجال العسكر قبل أن أصل إلى المكان الذي يجب عليه الذهاب له لحد الآن لم يظهر العسكر بعد لذلك لقد استنتجت يا شباب بأنه يجب عليكم التأخر كثيرا هذا صراحة ما أعتقده يا أصدقاء يجب عليكم التأخر كثيرا لكي يظهر رجال العسكر في مهمة برولوج إذا حصلتم على خمس نجامات ولم تتأخروا كثيرا فإن رجال العسكر لن يظهروا لكم كما لاحظتم الآن لقد ذهبت لكن لم يظهر رجال العسكر بعد وإذا انتظرت قليلا فمن الممكن أن يظهروا أوه لا فشلت في المهمة وإذا تأخرتم كثيرا وابتعدتم عن السيارة فإنكم ستفتلون في المهمة كذلك وصراحة أنا أستنتج بأنه في مهمة برولوج الموض فإنه لا يشتغل جيدا عند الآن خمس نجامات يعني لا لقد جاءوا هذه المرة لقد جاءت الهليكابتر الخاصة به جاءت الهليكابتر الخاصة بالعسكر هل سيقومون بتزيد علي هل سيسددون علي بالصاروخ غريب جدا لكنني سأحاول الهرب أوه لقد جاءت الهليكابتر أخرى هذا الموض فإنه يشتغل عشوائيا في بعض الأحيان ستظهر لكم طنوق هذه المرة لقد ظهرت لنا الهليكابتر الخاصة برجال العسكر وأعتقد بأنني وصلت لاستنتاج نهائي وهو كالتالية شبع في إمكانكم الهروب من رجال العسكر في لعبة جيدة افايف إذا حصلتم على ست نجامات أثناء قيامكم بمهمة برولوج لكن يجب عليكم الانتظار قليلا لكي يظهر لكم العسكر لأن الموض فإنه لا يشتغل جيدا مع مهمة برولوج وفي بعض الأحيان ستظهر لكم طنوق في بعض الأحيان ستظهر لكم الهليكابتر الخاصة بالعسكر لكن يجب عليكم تجميد النجمات لكي لا تختفي أثناء قيامكم بقدر رجال الشرطة وعلى هذا سأقوم بتودعيكم أستودعكم الله الذي لا سعطي ودعيه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة